صنيت الفراخ بالبصل المقرمل دي من اروع صواني الفراخ اللي عملتها بجد طعمها خطير لو جربتيها بجد مش هبطلي تعمليها الا بالطريقة دي هقولك على احلى تدبيلة لها اول حاجة بجيب الفراخ وطبعا بخسلها كويس جدا وهحضر معي بصل هكون مقطع جوانح بالطريقة دي هتحطي معيك اربع بصلات كل ما تقطري البصل كل ما يخلي معيك طعم الفراخ احلى وفلفل الوان وفلفل رومي برضو متقطع جوانح وهحتاج معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبهرات الفراخ وكمون وبابريكا وحبهان وولق رول ومطحون وزعتر ومكعب من مرقة الدجاج وهتحتاجي كمان معلقة كبيرة من السكر ومعلقتين كبار من دبس الرمان سيا ستي هتجيبي حل على النار وتحطي فيها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت وتحطي معلقة كبيرة من السكر وتقلب السكر لحد ما يقرمل معيك على درجة حرارة متوسطة ياخد معيك لون بني بس ما تغمقهوش اكتر من كده عشان ما يمراش وهضيف عليه اربع بصل واتمية قطعين جوانح وهشوح البصل مع السكر لحد ما يتبلولونه ويسفر شوية وهضيف لهم فلفل حامي وفلفل رومي وفلفل الوان وشوح الفلفل مع البصل والسكر واحط لهم معلقة صغيرة من التوم المهروس وشوحهم كلهم مع بعض المدددقتين وهنزل عليهم بمكعم من مرأة الدجاج وهبهر البصل بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل والكمون وتوابل الفراخ والبابريكا وحبهان والقرول ومطهون وزعتر وشوح البصل مع كل البهارات وهضيف لهم معلقتين كبار من دبس الرمان وهقلب كل المكونات مع بعضها وهسيبها لمدة خمس دقيق واضفي وهجيب الفراخ بعد ما غسلتها كويس وهعمل فيها فتحات تحت الجلد وهتبلها بشوية من الملح والفلفل الاسود كويس جدا وتحت الجلد كمان وبعد ما الخلطة بردت معانا شوية هتبل بيها الفراخ تحت الجلد كويس جدا وباقي الخلطة هحطها في الصينية وارص فوق منها الفراخ وهسيبها في التدبيلة دي لمدة ساعة بعد ما سبت الفراخ في التدبيلة لمدة ساعة هطلحها وفي نفس الصينية اللي كان فيها الخلطة هحط فيها نص كباية من المياه وعليها رشة من الملح والفلفل الاسود وحط نص كباية المياه على الفراخ وغطي الفراخ الاول بورق زبدة وبعد كده غطيها بورق فويل وارفحها على النار لمدة نص ساعة لحد ما تقرب تدخل على السوا خلاص كده هدفي عليها النار واشيل من عليها ورق الفويل والزبدة وهجيب معلقتين من القدشب وعليهم معلقة من الزيت والسمنة وادهن بيهم وش الفراخ كويس ودخل الصينية الفرن في الرف اللي تحت المدة نص ساعة لحد ما تاخد لون وتستوي وتطلع معاك بالجمال اللي انت شايفاه دوت هطلع الفراخ والسوس دوت لإما تكليب مع رغيف عيش بلدي أو مع شوية رز بس أنا هحمر شوية بطاطس مقطعها مكعبات صغيرة وبعد ما حمر البطاطس هاخدها وحطها في السوس دوت وقلبها تقلبتين واغطيها لمدة خمس دقايق هتطلع معاك طعمها بجد يا بنات خطير طعمها روعة جربوها بجد وهتعجبكو جدا